6 حيال لإعادة قطتك الضائعة إلى المنزل أهلاً وسهلاً بكم يا أصدقاء، لا بد أن هروب القطة من المنزل من أكثر الأمور التي تثير قلق مربي القطة، لذا سنتعرف معاً في هذا الفيديو على بعض الحيال التي ستساعدك في إيجاد قطتك المفقود بإذن الله. أولاً، تأكد من وجود قطتك في المنزل. أحياناً تحب القطة الاختباء في أماكن غير متوقعة في المنزل كالخزائن والأدراج بحثاً عن الهدوء والراحة. ابحث جيداً في منزلك أو في الحديقة حول المنزل، فقد تكون تحترق من القلق بينما قطك ينام بسلام داخل الخزانة أو تحت شجرة. ثانياً، اسأل جيرانك وأطفال الحي. تحب القطة التسلل للمنازل القريبة بدافع الفضول أو بحثاً عن وجبة إضافية. اسأل جيرانك عن قطتك وعرفهم بصورته وشكله، كما يمكنك سؤال الأطفال الذين يلعبون بالحي إذا ما كانوا قد رأوه. ثالثاً، أحضر معك طعامه المفضل ونادي باسمه. بينما تبحث في الجوار، احمل معك طعام قطك المفضل ونادي عليه، وحاول خرخشة أكياس الطعام كالمكافآت أو الطعام الجاف المخصص للقطة. من الممكن أن تجذب الرائحة أو الصوت قطك ويأتي إليك راكضاً، خصوصاً أن القطة تستطيع السمع وشم الروائح من مسافات بعيدة. رابعاً، انثر رمله حول المنزل. هذه الحيلة ستساعد قطك على التعرف على منزله من خلال شم رائحته الخاصة به، حيث أن القطة تعلم منازلها من خلال روائح معينة تفرزها مع البول. كما يمكنك أيضاً وضع طعامه المفضل وبعض الماء حول منزلك في حال عودته بدون أن تنتبه. خامساً، الأصوات الجاذبة للقطة. يمكنك تشغيل بعض الأصوات التي تجذب القطة وتجعلها تأتي إليك، إذ أن بعض هذه الأصوات يفسرها القط على أنها نداء له وتحفزه على القدوم لمعرفة مصدر الصوت. كما يمكنك الاطلاع على فيديو مخصص لجذب القطة في صندوق الوصف. سادساً، المنشورات الورقية والإلكترونية. تستطيع طباعة منشورات ورقية تحتوي على صورة قطك، ومعلومات عنه ورقم هاتف للتواصل، وإلصاقها على الأعمدة والأشجار في منطقتك. تحتوي على أيوانات الأليفة في مدينتك أو المجموعات الخاصة بحيك إن وجدت، وذلك لتصل لأكبر عدد ممكن من الناس، ومن الممكن أيضاً عرض مكافآت مادية لمن يجد قطك المفقود لتشجيع لآخرين على البحث عنه. وفي الختام، ننصحك عزيز المشاهد بالإسراع في البحث عن قطك فور إحساسك بفقدانه لتزداد فرصتك بإيجاده. ونسأل الله تعالى السلامة لكم ولقطتكم الجميلة، وأن يرد جميع القطة الضائعة لأصحابها.